مرحبا بكم في قناة تحفة يوب شمس الدين بورو بالمعروف بشيخ شمس الدين وهو دائم ظهور عبر قناة النهار يصنع الحدث حيث استدعت الهيئة الرسمية لمراقبة نشاط القنوات سلطة ضبط السمع البصري مديرس قناة النهار وهذا بسبب بعد تصريحة شيخ شمس الدين بوتت عبر قناة النهار وتحديدا ببرنامج صحوني أين تم توقف ومنعبته كليا مجددا ويعود التوقف لكون الشيخ شمس الدين أفتب عدم جواز تقديم دفع زكاة الفطر مسبقا قائلا إنها تتحول بذلك إلى مجرد صدقة وليست زكاة الفطر ويجب إخراجها مجددا بنيات زكاة الفطر مجددا في موعدها وهذه الفتوى من الشيخ شمس الدين تتعارض كليا مع فتوى لجنة الفتوى التابعة لوزارة شؤون دينية والتي أفتت بجواز تقديم زكاة الفطر وللعلم فإن برنامج صحوني المقدم عبر قناة النهار الذي يقدمه شيخ شمس الدين كان بدأه منذ سنوات طويلة ليصل حاليا إلى نهايته مع العلم أن سلطة ضبط السمع البصاري استدعت خلال شهر رمضان ثلاث مسؤولي قنوات تلفزيونية محلية خاصة بعد عرضهم لبرامج أغدبات الجزائريين خصوصا بعد برامج الكاميرا الخفية التي عرفت مستوى هوي هذه السنة ككل سنة طبعا حيث تسمم سألتهم أيضا مع وقف بعض البرامج إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق